السلام عليكم يا رب كلكم تكونوا بخير هنجيب في الاول نص كوباية من جبنة الفيتا 125 جرام او ممكن استعمال جبنة كريمي او جبنة مسلسات او حتى جبنة قريش لو من غير ملح بنحط لها معلقة صغيرة من الملح بعد كده هنضيف عليها 3 معالق كبار من معالق الاكل العادية اللي بناكل بيها من الزيت و125 جرام من الزبدة الطرية بدرجة حرارة المطبخ او نص كوباية بعد كده هنقلبهم كلهم مع بعض كويس طبعا الزبدة بتبقى هي والجبنة طرية لانها بتبقى طالعة من التلاجة قبلها بشوية فبتدوب معانا بسهولة بعد ما هنقلبهم مع بعض كويس هنجيب ربع كيلو او 250 جرام من الدقيق هنحطهم بالتدريق هنحط في الاول نص الكمية وبعدين هنقلب الدقيق مع بقية المكونات ولما يبتدي ان هو يختلط كويس هنحط بقية الكمية بتاعت الدقيق وهنقلب الاول بالمعلقة وبعد كده هنعجنها او هنقلبها بالايد مش هنعجن كتير علشان البسكوت يطلع معانا كده ناعم ويجميل ما يطلعش ناشف بعد ما هنحصل على عجينة طرية زي ما احنا شايفين كده هنسيبها بقى في التلاجة لمدة تقريبا ربع ساعة ممكن لو عايزين تعملوها من قبلها بفترة مثلا ساعتين تلاتة وتسيبوها في التلاجة مفيش مشكلة انا هحطها بقى في كيس تلاجة واقفلها كويس وهحطها في التلاجة لمدة تقريبا ربع ساعة بعد مرور الربع ساعة او اكتر لو سبتوها اكتر من كده برضو مفيش مشكلة هناخد منها جزء وهنفتح كيس التلاجة اللي احنا كنا حطينها جواه بالمقص وبعدين هنفرد الجزء ده جواه الكيس لان ده بيسهل ان احنا نفردها بسهولة كده وما تلزقش في النشابة اللي احنا بنفرد بيها ممكن برضو نفردها بالييد المهم ان احنا نفردها بصمك تقريبا نص صمت بعد كده هنقطعها بقى لأشكال هنجيب القطاع اللي هي علاش اشكال كده او هنجيب قطاعها مدورة او لو مش موجودين خالص ممكن نستخدم السكينة وهنقطعها مربعات او مسلسات بالشكل اللي نحبه بعد ما فردناها هنشيل بس الاطراف بتاعتها عشان تبقى كلها متساوية وبعدين اول تقطيع هنقطعها بالسكينة انا قطعها الشكل العادي خالص اللي هي على شكل مربعات بعد ما هنقطعها بالسكينة هناخدها وهنحطها على صينية الفرن تبقى مدهونة بالزيت او متغطية بورق الخبز او ورق الفرن كده هنحطهم بقى كلهم بنفس الطريقة لو هنستخدم قطعات هنحطها في الاول كده في الدقيق عشان ما تلزقش في العجينة لما نيجي نقطعها الاشكال وبعد ما بنقطع الاشكال كلها بنشيل الزيادات بتاعت العجينة وبناخد الاشكال دي ونحطها جنب بعض برضو على الصينية ممكن نحطهم جنب بعض مش لازم يسيب مسافات بعيدة قوي لان هو ما بيزيتش في الحجم بتاعه بعد كده بعد ما هنخلص الكمية كلها هنديه ما شاء الله كده كمية اللي طلعت معينا كانت كمية كبيرة ممكن كمان ان احنا نزود شوية بقى في التشكيل بتاعه ان احنا نعمله فتحة في النص برضو نحطها في الدقيق ونعمل فتحة كده في النص وممكن باستخدام خلة السنان او خشب الشيش طوق نعمل فتحات كده او نقط كده في البسكوت بيديه شكل حلو قوي هنجيب بيضة وعليها معلقة كبيرة من الحليب معلقة صغيرة من الخل نقلبهم مع بعض ونغطي بيهم سطح البسكوت وممكن لو مش عايزين تحطه بيض ممكن تحطه حليب بس بس ده علشان يلزق عليه بعد كده السمسي محبة البركة اللي هنضيفها على وشه وندخلوا فرن سخت حرارة من 160 ل170 درجة على الرف اللي في النص الحرارة من فوق ومن تحت بياخد تقريبا من 20 ل25 دقيقة بيطلع من الفرن بقى ريحته وطعمه حاجة كده في منتهى الجمال وصفة جميلة جدا الكبار صغيرين بيحبوها تنفع في لانش بوكس المدرسة او في الشغل او في اي وقت يراب يكون عجبكم الفيديو وقلوكوا بقى مع السلامة واشوفكم ان شاء الله المرة جاية